تنفيذ أعمال مشروع الصباغة والفحص والصيانة على جسر الشيخ خليفة بن سلمان الرابط بين محافظة العاصمة ومحافظة المحرك وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي للجسر وتبذل الوزارة كل جهودها وإمكانياتها لتحظى طرق وشوارع مناطق المملكة بالعناية والاهتمام الكافيين ولرفع بعدلات السلامة عليها وتعزيز كفاءة شبكة الطرق حفاظا على سلامة وراحة مستخدمها يمثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان أهمية رمزية واستراتيجية إذ يعد الجسر الثالث الذي يربط بين مدينتي المنامة والمحرك بما تحويه من مناطق صناعية وخدمية كما يعتبر مسارا لخطوط الضغط العالي وأنابيب المياه المحلات التي تمتد على مسار الجسر من محطة الحد للكهرباء والماء إلى مناطق الاستهلاك في مختلف محافظات المملكة هذا ودأبت وزارة الأشغال على تنفيذ أحد أكبر المشاريع التي تنفذها لتطوير شوارع المملكة حيث يأتي مشروع صيانة جسر الشيخ خليفة بن سلمان لما يمثله من أهمية رمزية واستراتيجية ويعد أحد أهم المعالم في مملكة البحرين هذا الجسر تم إنشاء قبل ما يقرب من عقدين من الزمن ومثل الرابط أو الجسر الثالث بين العاصمة من الجهة الغربية ومدينة المحرك من الجهة الشرقية وتقع على جانبي هذا الجسر منشآت ومؤسسات مهمة جدا فهذا الرابط الاستراتيجي يمثل دعم للاقتصاد وتنشيط للتجارة البينية وكذلك التجارة الداخلية وكذلك هناك بعد استراتيجي مهم وهو مسألة الإعمار والنشاط العمراني في البحرين منذ أن تم إنشاء هذا الجسر لحد الآن هناك نشاط إعماري كبير واتساع عمراني كبير في مدينة المحرك والمنامة وما زالت مستمرة لحد هذا الوقت وستستمر لما يمثل هذا الجسر من أهمية استراتيجية وفرص للأعمال والاستثمار تمتد أعمال صيانة جسر الشيخ خليفة بن سلمان لنحو أربعمائة متر لتشمل أعمال صباغة حوالي اثنين وستين ألف متر مربع من عناصر الجسر الحديدية والخراسانية كما سيتم استبدال فواصل التمدد للجسر وصيانة نظام الحماية الكاثودية للحفاظ على تسليح أعمدة وعناصر الجسر الرئيسية من التآكل والصداء هذا الجسر يمثل عيقونة هندسية وتحفى معمارية على شبكة الطرق وبطبيعة الحال فإن المواد لها عمر افتراضي وهذا الجسر فيما يتعلق بفواصل التمدد وكذلك الطلاء الذي يغطي الأجزاء الحديدية للجسر قد انتهى عمرها الافتراضي وعلى هذا الأساس فقد دشنت وزارة الأشغال مشروعا لإعادة تأهيل هذا الجسر وهذا الرابط المهم على أن يتم الانتهاء من هذا العمل بإشراف من مهندسين مؤهلين من قبل وزارة الأشغال ليصبح هذا المشروع وهذا الجسر أقونة جميلة من جديد على شبكة الطرق في البحرين وزارة الأشغال تبذل جهودها في تطوير البنية التحتية في كافة محافظات المملكة لأسيما مشروع تطوير جسر الشيخ خليفة بن سلمان الذي يجري تنفيذه وفق أعلى معايير الدقة مع مراعاة انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع الاستراتيجي على نحو يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية المحققة لأولويات وأهداف برنامج الحكومة 2023-2026 وتوجهات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بما يدعم التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة ويحقق النمو الاقتصادي المستدهم يأتي تطوير جسر الشيخ خليفة بن سلمان في إطار برنامج صيانة الطرق الذي تنفيذه وزارة الأشغال وذلك من أجل حماية الأصول والمحافظة على شبكة الطرق لضمان استدامة الخدمة ورفع مستوى السلامة المرورية عليها خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين